اشتركوا في القناة التحديث الضخم والكبير جداً اللي روكستار رح تنزله لردد اونلاين في الفترة القادمة وايضاً رح نتكلم عن التحديث اللي نزل قبل كم يوم واش كان فيه فيلا نخش في المقطع طيب بالنسبة للتحديث اللي نزل قبل كم يوم كان حجمه تقريباً 2 جيجا طبعاً ما فيله يعني اشياء كبيرة اضيفت فقط فقط اصلاحات وتحسينات وغيرها على سبيل المثال في الونلاين ما كان فيه شي جديد كعادتهم روكستار اضافوا طور شوداون جديد ومجموعة من الملابس ومجموعة من اللي هو السباقات وغيرها لكن الشيء الكبير اللي حدث حدث في اللي هو الوفلاين روكستار بكل بساطة قللت الجرافيكس في الوفلاين طبعاً بالنسبة لي أنا صراحة ما شفت اي تغيير في الوفلاين لكن بالنسبة للاشخاص اللي يفهمون اكثر في الجرافيكس قالوا انه فعلاً والله روكستار قللت الجرافيكس في اللعبة وصار اقل من اول صراحة ما ادري روكستار ليس سوت زي كذا لكن اكيد عندهم اسبابهم لكن صراحة ما اتمنى انهم يعني كمان يخربون الوفلاين لانه ردد رديمشن 2 كلها كلها مبنية على الوفلاين والاونلاين لحد الان ولا واحد في المية من نجاح هذه اللعبة طيب بالنسبة للمقالة اللي نزلت قبل كم يوم وفيها روكستار يعني اتكلمت عن التحديث الضخم اللي رح يجيه مستقبلاً روكستار افتتحت المقالة باعطاء نبذة عامة عن ما هو قادم للاونلاين في الفترة القادمة وتحديداً قالوا انه في الاربع الاسابيع الجاية رح ينزلون للاونلاين ملابس جديدة واطوار شوداون وبعض استباقات وغيرها يعني الاسابيع الجاية يا لهبيين لا تتوقعوا اي شي كبير وشي قوي فقط فقط اطوار شوداون وشاكلتها بعدها روكستار تكلمت عن التحديث الضخم والكبير واللي رح ينزل مستقبلاً روكستار قالت انه هذا التحديث رح ينزل في فصل الربيع روكستار كعادتهم يعني ما يعطونك موعد معين ويعني ما يعطونك وقت معين وقولك ترى رح ينزل التحديث في هذا اليوم شغالين تعليق وضبابية عشان اوضح لكم الموضوع اكثر فصل الربيع تقريباً بدأ اليوم ورح يستمر الى شهر يونيو يعني عندنا تقريباً اربع شهور قدام عشان ينزل لنا التحديث روكستار قالت في الربيع يعني ما حددت يعني ممكن تحديثهم القوي هذا ينزل ممكن اليوم ممكن بكرة ممكن بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد اربع شهور يعني روكستار حرفياً خلتك لا انت مقيد ولا انت مفكوك فقط في الربيع انتظرونا في الربيع يا لاعبين يعني الموعد مجهول كذا طيب خلونا نتكلم عن الاشياء الجديدة اللي رح تضف لنا مع تحديثهم الضخم الكبير اللي رح يجينا في الربيع اول شي تكلموا عنه اللي هو النظام العدائية او الهوستاليتي سيستم روكستار مستمرة في محاربة الاذية والغريفينغ وتحديداً بوضعها لهذا النظام وشرحوا بكل بساطة اذا احد هاجمك وهو بدل هجوم انت ما رح تتعاقب اذا هاجمت ورديت الفعل حالياً في الانلاين عندنا لو احد قتلك وانت رجعت قتلته رح يقل الشرف عندك ورح ينحط على راسك باونتي فنظام الهوستاليتي رح يجي ويحل هذه المشكلة اذا احد هاجمك وانت هاجمته ما رح يقل الشرف معاك وما رح يحطون على راسك باونتي صراحة النظام جداً جداً رهيب ويعني عقلاني كيف احد هاجمني ان رح يهاجم يقول الشرف عندي ليش؟ صراحة شي رهيب جداً الشيء الثاني اللي رح يضاف مع التحديث الكبير القادم هو طريقة اللعبة العدائية والعدوانية وطريقة اللعبة المسالمة او بمعنى اخر الوفنسيف ان ديفنسيف بلاي ستايل طيب خلوني اوضح لكم الموضوع اكثر لما تخشت السيرفر رح يكون عنده خيارين اللي هو طريقة اللعبة العدوانية وطريقة اللعبة الدفاعية انت تختار بينها على سبيل المثال اذا اخترت طريقة اللعبة العدوانية رح يكون نفس طريقة اللعبة الحالية انه اي شخص يقدر يهاجمك وانت تقدر تهاجم اي شخص واي شخص يقدر يسرق منك وانت تقدر تسرق من اي شخص يعني بكل بساطة طريقة اللعبة العدوانية او الوفنسيف رح تكون انك تقدر تتعامل مع اللاعبين وتتفاعل وانتراكت معاهم يعني عرفتك كيف؟ طيب اذا اخترت طريقة اللعب الدفاعية او الديفنسف بلاي ستايل يعني تقدر تقول انها ازاي نظام البسف مود اللي في جراند على حسب وصف الشركة طبعا طيب فيه نقطة جدا مهمة اللي هو انه الطريقة الدفاعية ما رح تقدر تختارها الا اذا كان شرفك عالي من الان اذا كنت شخص مخطط انك تختار الطريقة الدفاعية ارفع شرفك من الان عشان تكون مستعد لهذا الامر طبعا الطريقة الدفاعية رح يكون فيها العديد من المميزات الكثيرة على سبيل المثال اذا احد هاجمك او طلقك بالرصاص في راسك ما رح تموت مباشرة وايضا اللاعبين يعني ما يقدرون يربطونك الى اخره روكستار ايضا نبهت على نقطة مهمة واللي هو اذا انت شخص خشيت طريقة اللعبة الدفاعية وقاعدت اذي الناس الدفاعيين وتقتلهم ترى رح تبلع باونتي عالي جدا ورح يقل معاك الشرف بشكل كبير جدا صراحة هذا النظام جدا جدا رهيب طيب عشان نقفل على الموضوع اللخص بشكل كامل مع التحديث الضخم القادم مستقبلا رح تكون مخير بين امرين او طريقتين للعب الطريقة الاولى رح تكون الوفنسيف بلاي ستايل والطريقة الثانية رح تكون الديفنسيف بلاي ستايل بالنسبة للوفنسيف بلاي ستايل رح تكون يعني بيئة اكثر تفاعلية مع اللاعبين يعني انت تقدر تهاجمهم واللاعبين يقدر يهاجمونك وتسرق اللي يسرقك وغيرها من الاشياء يعني هذه البيئة نوعا ما بيئة عدائية وبيئة عدوانية وفيها لكل فعل ردة فعل هذه هي طريقة اللعب الوفنسيف او العدائية بالنسبة لطريقة اللعب الديفنسيف او الدفاعية بكل بساطة رح تكون بيئة مسالمة جدا وما فيها احد رح يحاجمك ولا يعني رح يسرق بضاعتك وغيرها بكل بساطة بيئة مسالمة كل شخص في حاله اللي يبغى يصيد براحته واللي يبغى يعني يصيد اسماك براحته يسوي مهمات براحته يعني ما في احد رح يأذي هذه هي طريقتين اللعب وانتوا اختاروا بينها طيب نيجي للاشياء الحلوة في التحديث الكبير والضخم اللي رح يجينا مستقبلا روكستار رح يضيفون العديد من مهمات الستوري للأونلاين وهذا شي رهيب جدا ويتشكر عليه روكستار لان مهمات الأونلاين الصفرة كانت جدا جدا رهيبة وقصتها حلوة وحبكتها جدا اسطورية لكن عيبها كانت انها قليلة فشي رهيب انهم رح يضيفون المزيد من مهمات الستوري مع التحديث الضخم اللي رح ينزل لنا في الربيع بعدها ايضا تكلموا عن العديد من المهمات الجانبية الجديدة اللي رح تضاف في السيرفر بعدها نبهوا على نقطة جدا جدا مهمة واللي هي انه ردد أونلاين احداثه قبل احداث الستوري مود او السنجل بلاير بعدها قالوا توقعوا انكم تشوفون العديد من الاشخاص اللي تعرفونهم في الستوري مود رح تشوفونهم في الأونلاين بمعنى اخر يا لاعبين ترى رح تشوفون شخصيات من التختيم رح تشوفونها في الأونلاين يعني ممكن نشوف دوتش ممكن نشوف آرثر ممكن نشوف جون مورستن وبقية العيال رح نشوفهم في الأونلاين صراحة شي رهيب جدا واللي قوي هذا الكلام انه في الأونلاين حاليا تقدر تشوف شون وتتعامل معه في بعض المهمات فيعني نسبة انه رح تجينا الشخصيات نعرفها نسبة كبيرة جدا وخذوها مني مية بالمية رح نشوف آرثر مورغين في الأونلاين بعدها قالوا انه ايضا مع التحديث الكبير رح تجيكم فعاليات السيرفر يعني مثلا انت تمشي في عالم ردد أونلاين ممكن تحصل شخص يطلب منك مساعدة اذا ساعدته رح يعطيك مبلغ معين او غرض معين او ممكن مثلا تحصل لك عصابة يعترضون طريقك لما تقتلهم رح تحصل معاهم لوت او مثلا رح تحصل شخص معين يقولك وصني للمكان الفلاني يعني بكل بساطة فعاليات السيرفر اللي كانت في الأوفلاين رح تجينا في الأونلاين لكن بشكل محسن وبشكل افضل وايضا قالوا مع التحديث الجاي رح تقدر تغير شكل شخصيتك وهذا شي رهيب جدا ومهم لانه انا متأكد انه في نسبة كبيرة جدا منكم شخصياتهم ما هي عجبتهم ويعني ما هي جميلة وقبيحة ويبوني غيروها باي طريقة فحبيت اقول لكم انه مع التحديث الجاي ان شاء الله تقدرون تغيرونها والأول واحد صراحة رح يغير شخصيتي لانها جدا قبيحة درجة اولى اقول لكم وايضا في التحديث الجديد رح يضف لنا فرض جديد اللي هو اللي مات ريفولفر سلاح كان موجود في رديدر ديمشن جزء الاول رح يضف في الاونلاين سلاح جدا رهيب ونشوف ان شاء الله مع التحديث طيب شاركونا اراءكم يا لهبيين عن التحديث الضخم اللي رح ينزل لنا في الربيع وايضا قلولي ايش رح تختارون بين طريقة اللعبة الثنتين هل رح تختارون الدفاعية او الهجومية بالنسبة اللي يرى صراحة رح اختار الدفاعية طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة وايضا اشتركوا يا اخي والله ترى نفارب يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة